حديثك أشارت لنقطة مهمة جداً وانت بتتكلم وهي الأكل احنا عارفين ان فيه ولاد مننا من ولادنا كثير جداً بيمتحنوا في الفترات دي حتى احنا زي ما كنا بنتكلم مع بعض في الأول احنا فيه مننا ناس بتنسى كثير جداً اعتقد انه الأكل كمان ليه عامل فيه يعني طريقة في التغذية معينة تقدر تحصل لنا وتنشط لنا ذكرتنا اه طبعاً زي ايه بص احنا الأسماك المكسرات الحاجات دي كلها من الحاجات الأساسية التوبك الأساسية اللي تتحط في الأوم الجسري بأي دواء من أدواء أوم الجسري ده هو الايكول بتاع الأسماك والمكسرات والحاجات دي كلها فده بيكون موجود في دواء خلالي منطقين قد يكون حد في الشغل فترات طويلة مش قادر هيكل قيمة غذائية أو الأطفال فعن أوم الجسري ده فيه منها لحد العشر سنين ومن حد خمستاشر وفيه منها من ستاشر لحد عشرين على حسب أعمارنا بالضبط فبتاخد كل يوم ده من نسبالي ده وقية أكتر عشان لو ما قدتش أخد كل يوم القيمة الغذائية اللي ممكن أخدها التركيز والانتباه إيه الفرق ما بينهم من وجهة نظرك يعني إمتى أقول ده تركيز وإمتى أقول ده انتباه طيب التركيز هو أنت تعرفي تعملي فوكس لحاجة أو أكتر من حاجة لفترة طويلة الانتباه هو مقياس لشدة التركيز بمعنى إيه؟ الانتباه لي عندي أكتر من نوع يعني ممكن يكون التركيز عندك حلو أو وحش الانتباه عبارة عني مثلا الانتباه قصري اللي هو إيه؟ فيه مثلا طلقة ضربت في الهواء فيه ألم واجعك فأنت اتباهي اسمه الانتباه قصري أو الانتباه التلقائي لو أنت مثلا ابني قدام بلاي ستيشن بيقعد حلو قوي طبعا قدام سوشيال ميديا بيقعد حلو قوي أيهما ده تلقائي عشان هو بيحب هذا الشيء أو الإراضي اللي هو مضطر أعمل شغل معين أو مضطر أذاكر فأنا مضطرية إنه الانتباه إراضي اللي احنا بنشتغل عليه بقى الانتباه اللي هو التلقائي يبقى أنت غزبا عنك قادرة من قياس التركيز بتاعك لفترة طويلة يعني أنت التركيز هو الفوكس لفترات طويلة الانتباه اللي أنت تكوني قادرة تنتباه لأي مدى خارج الشيء اللي ممكن يشتتك فقادرة تركيزي في هذا الشيء أو أكثر من طبق إيه هي المهارات الزهنية اللي حضرتك ركزت عليها في كتابك طيب إحنا اشتغلنا على الشغل المختلف شوية مالتسك ليه ليه الأكتر تركيزي من أكتر من حاجة يعني دائما أقول إنه إحنا فيه أكتر من نوع فيه نوع حد استدلالي أوي اللي هو إيه أنا بذاكر بشكل بصري فالأم مثلا ممكن تضغط عليه بسواء ممكن ياخد المعلومة بشكل الزاكرة البصرية وفيه حد كتابي لازم يكتب وفيه حد سمعي فإحنا قلنا عشان ما نديش الأم وعلى شان لو أنا مثلا أنا في الشغل ممكن أخذ المعلومة مثلا الزباط في بعض الأوقات بياخد 150 معلومة أمنية فزي أخذها بشكل سمعي وزي أعرف أخذ قرار صح عشان ما أخذش مأمورية أو مدهمة أو أعمل مشكلة كبيرة فزي أعمل ده فعملني أكتر بالتمرير قلنا مثلا إن أنا عمالي الشتات وشتات دي مدروسة معمولة يعني بتدوري على حاجة وسط 50 حاجة الحاجة دي في منها مثلا أربعة فبتدوري عليه وانت بتدوري عليها بتتسمعي أغاني مزعجة ليه أغاني مزعجة؟ أغاني مزعجة عشان خاطر يبقى مشتتات بخلي مخي يشتتني فبرغمه إنه هو يعمل فوكس على الشيء وسط 50 حاجة في الشيت في نفس التوقيت بزود تسك تاني اللي هو إيه بعد حاجة اسمها number system بعد مثلا من 1000 إلى 0 زوجي أوفر دي 998-996 هكذا تحت بعد كده بصعب الموضوع بحط أغاني هنا وأعلمين وأغاني على ودن الشمال بزود عدد المشتتات ده تشتيت رقيب اللي حدتك بتقوله أه طبعا ده إني دي حتى للناس اللي بتنرفس جدا فبيخلي المخي يعمل إيه يبقى هادي عنده سباة فعالي حتى الناس اللي عندها مزاج عصبي فهو بيرغمك اللي أنت لو أنا ما قدرتش أعمل فوكس على الشيء اللي بعمله ده والعد خلاص يبقى التبريد لغة مش هف أعمله فبرغم نفسي إن أركز في ده ومركز في الأغاني اللي سمحها اللي بتحاول تشتتني وبحاول أعد رقم صح بعد كده بنده رقمين في نفس التوقيت بعد رقم من هنا ورقم من هنا يا رقم زوجي ورقم تعملوش علاقة فردي عشان أزود عدد المسرط وأزود عدد المرتسك ده بيعمل إيه ده بيكون عدد كبير من المسرط العصبية فهي ما قولك ده زي ده اكبرت كذا على طول يبقى عندك سرعة رد فاعل أو قوة ملاحظة إنك تعرف ترد علي ده غزبا عنك بيعمل إيه حتى لو أنت مضغوطة نفسيا ودوارد يصل حتى لو أنت خايفة مرخوب بيعمل نسمى قاقت وسد المسرط العصبية فكرة سد المسرط العصبية اللي سجلت المعلومات اللي أنت بتذكريها مش تحصل تاني فممكن تعرفي مثلا الآية من المتحان بس نسبة التركيز ما بتقلش ما بيحصرش اللي بعدها بتجيبني نسمى قاقت أو بطني واجع عيني ده ما بيحصرش عشان المخ قادر إنه هو يمرتي تسك قادي يركز مع ده وده وده فنسبة التركيز ونسبة الانتباه ما بتقلش اشتركوا في القناة